لكن النتيجة لهذه ليحنى 11 إقامة ألي عازر منشوف أنه اجتمعوا السنهدريم المجمع التشريعي أعلى مجمع التشريعي لليهود الفرسيين راحوا اشتكوا مع أنه ما فيش علاقة بين الفرسيين والصدقيين أصلا الصدقيين لا يؤمنوا بالأرواح ولا بالقيامة من الأموات ولكن هون في دليل هون زعزع إيمانهم هون يعني زلزل معتقداتهم يعني دمر إيمانهم بكلمات أخرى معتش يبنوا على أي إشي تاني واحد مية أنتن يعني الجسد اتحلل وأكيد لو فيه طبيب ممكن يشرح لنا شو يعني اتحلل الدم والأعصاب والخلايا ماتت مفيش يعني خلاص يعني عمليا المسيح مش بس أحياء خلق إنسان جديد ومن هو الخالق الله فإذا هون دلالة على لهوته بعدين ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت آمنوا بيعرفوا عن معجزة فتح العيون وهنا رأوا واحد أنتن أنتن يعني أربعة أيام ومش بس يعني الفكرة أنه حاولوا يقتل حتى العازر في إصحاح إطناعش لأنه قال وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات في آية 17 صحاح 12 لهذا أيضا لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه قد صنع هذه الآية فقال الفرسيون بعضهم لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد ذهب وراءه فحتى حاولوا يقتلوا كمان العازر لأنه دليل برهان ساطع يعني كل الميديا ولو الميديا في أيامنا كل الإذاعات والميديا كلها بتحدث عن هذا الحدث العظيم ولكن يسوع هو كان العدو المشترك للفرسيين والصدقيين تآمروا عليه اسمع في آية 47 فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة هو حكم من سنة 16 ميلادي إلى سنة 36 عندما طرد من وظيفته والرومان اللي كانوا يعينوا رؤساء الكهنة وبنفس السنة كمان طرد بلاطوس البنطي أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد يعني كما يقول كتاب تآمر الرؤساء معا على الرب ومسيحه في مزمور إصحاح 2 قيافه ونبوته يعني كان عندهم خوف على المنصب بسبب المنفع المادية أو النفوذ سواء الأدبي أو الاجتماعي يعني بكلمات بسيطة كانوا تجار دين كما قال الرب يسوع في متى 21 هذا هو الوارث هلما نقتله ونأخذ ميراثه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر